موسيقى 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 فهي كان جوجة الاتفاقية كان الاتفاقية هي التحين الاتفاقية المسلية لتضاف لها النقف في قطار البوراك كذلك نضافت قطارات الفندق التي تربط قطارات ليبيا وكذلك نضافت القطارات المكوكية السريعة وكذلك تم الرافع الأبناء من خارطين في 18 سنة الاتفاقية الثانية قد تخص الصفر على الحفيلات سيبغاتو وهي شركة تابعة للحفيلات على أساس أن الحفيلات استمرارية للنقل السيكاكي باش أن المخارطين يستفدوا من تخفيض الحفيلات سيبغاتو وبطبيعة الحال هالاتفاقية سيبغاتو 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 وحددنا 1-3 أشهر لكي نديروا الحصيلة ونشوفوا ما هي التغييرات والتحسينات التي يمكن أن تكون في الاتفاقية هذه الاتفاقية فيها توسيع الاتفاقية السابقة التي جديد فيها هناك 30% في جميع القطارات قبل ما كانت بعض القطارات مشمولة بهذه الاتفاقية خاصة القطارات المكوكية السريعة اليوم كانت 30% في كل شيء بالنسبة للنساء والرجال الصحة والعائلات والأطفال من ربعة حتى الـ 21 سنة قبل كانت تغيير 18 سنة وطبعاً تغيير 30% يشمل حتى القطار البورق وهذا مكسب مهم بالنسبة للرجال والي الصحة التي استحقوا بطبيعة الحلق والخير والتي بدلهم جهودات كبيرة في العمل حفاظاً على صحات المواطنات والمواطنيين ولكن هناك جوجة الأشياء التي هي جديدة ومهمة جداً أساساً هناك اتفاقية مع شبراتور الشركة الحافلات التي تبعها المكتب الوطني السكاك الحديدية والتي سيكون تغيير 30% في التذكير خاصة بالنسبة للمدن لما تيوصلها القطار مثلاً من أقادير ليل المدن ديال القلميم طانطان داخلاء العيون وطبعاً نحن نعرف هذا الأقاليم وهذه المناطق هي عزيزة على جميع المغاربة لأنه الأقاليم الجنوبية الحبيبة والمواطن الضفين تتمحنوا في السفر وكذلك حتى بعد المدن محل ورزازات وتنغير لم يكن يوصلها القطار الآن استفادة ديال 30% بالنسبة للحافلات كان واحد عدد ديال الموظفين في بولايس لم يكن في القطار تطلبوا بهذا المطلب هذا هذا المسألة الأولى المسألة الثانية المهمة جداً كانوا الإخوان والأخوات التي يصافروا من وجدال الرباط إما لأغراض صحية أو لأغراض إدارية كانوا شوية تتكرفسوا في القطار لأنه التسع ساعات ديال الصفار قلس حقيقةً شوية صعبة الآن هناك ثلاثين في المياه في عربات النوم يعني لكوشت يعني تيمكن الموظف للموظف يجي نعز من وجدال الرباط ونحن نفسها هناك مسألة ثالثة مهمة بطبيعة الحال تفقنا مع الإدارة العامة المكتب الوطني السيكاك الحديدية أنه هات الاتفاق يمكن نرجعهم بعد ثلاث شهور هذه هي فترة جريبية فترة ديال الملاحظة باش مثلاً ممكن نرجعه التعريف المساهمة يعني ممكن نرجعه الربعين ثمية في بعض الحالات يعني ربعين في المياه ديال التخفيض يمكن ربعو لهم ده بطلت شهور إن شاء الله على العموم هات الاتفاقية فيها أشياء جديدة فيها أشياء مهمة بالنسبة للنساء والرجال الصحة ونحن نساء الله دائماً نسعى لخدمة هات الموظفين والموظفات اللي هم تيطلون شهودات كبيرة في قطاع الصحة نسوا اشتبعونا على جميل وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس شكراً شكراً